هو ليه يا جماعة الكاميرا بتطلع الصور مربعة او مستطيلة رغم ان عدسة الكاميرا نفسها مدورة دي كاميرا زي اللي بصور بيها دلوقتي هتلاقوا عدستها مدورة ورغم كده لو بصت على صورة الفيديو من ورا هتلاقيها مربعة طب ليه الكاميرا ما بتطلعش الصورة مدورة زي كده رغم ان العدسة في الاساس مدورة وده لان العدسة المدورة دي بتجمع الصورة في الاخر جوه الكاميرا على حاجة اسمها السنسور اللي هو باللغة العربية المستشعر او الحساس والحساس ده يا جماعة اللي بيتجمع عليه الصورة النهائية بعد ما يتم تجمعها من العدسة ولان الحساس ده زي ما انتو شايفين مربع فالصورة النهائية اللي بتطلع منه في الاخر وانت بتشوفها هي صورة مربعة هتقول لي طب ما يعملوا عدسات مربعة احسن بدل العدسات المدورة بس العدسات المدورة بتجمع الضوء والصورة افضل من العدسات المربعة والحساس المربع بياخد افضل صورة من العدسات المدورة ويطلعها لك في النهاية مربع